اشتركوا في القناة هل هو بيتعامل مع ايه والاكل ده مصدره هل هو نظيف وامن هل هو صحي مرضود على صحته وعلى ابنائه وعلى أسرته دي كلها قواعد بسيطة جدا كلنا بنتباحة في حياتنا اليومية النظافة لما نجي نتكلم على قطاع الصرح الحيوانية عندنا الامان الحيوي ازاي ان احنا نوفر للحيوان بيئة سليمة ونظيفة وعلى فكرة دي نقطة مهمة جدا وخطيرة لان انت بتتعامل مع مصنع الحيوان ده مصنع لانتاج اللحوم والألبان وده اللي انت بتقدمه في بيتك او على الماء ده دي بتبتدي من مرحلة التربية داخل العنابر والمزارع وتنتهي عند المواطن بتمر بقى بمراحل كتيرة جدا مرحلة التربية مرحلة شراء الحيوانات من الاسواق ودخلها للمزارع ويجب ان يكون هناك اجراءات كثيرة مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة ما قبلها الزبح وأثناء الزبح وعملية التداول والبيع والأماكن اللي احنا كمان بنشتري منها وبنتعامل معها مهم جدا ان انت تبقى عارف مصدرها التحصينات لما يجي نتكلم على التحصينات ودورها مهمة قوي وإحنا بنتعامل مع السرر الحيوانية بنبقى عارفين ومتأكدين ان احنا لازم نحافظ على مناعة الحيوان وعلى سلامة صحته بمعنى ان التغذية هترفع من مناعة الحيوان واعطاءه للتحصينات في موعدها دي وقاية من اصابته وببعض الامراض اللي ممكن تؤثر على الانتاجية وفي النهاية هتؤثر على ربح المربي طيب لو احنا بنتكلم النهاردة على العنابر المزارع الكبيرة بتقدر توفر الامان الحيوي وبتشتغل تبقى لمعايير بنفتخر ان هي موجودة على ارض مصر تدخل المزرعة بتشوف فيها بدءا من البوابات واحواض التعقيم ومرورا بالملابس اللي بيرتديها العمالة وان في اماكن للإقامة ممنوع الناس دي تروح كل يوم وترجع لا ده فيه ناس بتقيم في المكان ده علشان ما يخرجش وما يدخلش من مزرعة المزرعة ينقل لي بعض المشاكل ده في المزارع الكبيرة حتى فيه الأرضية وفي العنابر وفيه الحوائط بيبقى متبع ان هي لازم تكون نظيفة مفيهاش اي سقوب مفيهاش اي اماكن يمكن ان تختبئ بيها الحشرات وبالتالي هو بيوفر لهم بيئة نظيفة اماكن للتهوية مصادر للشرب او للمياه تكون نظيفة دائما دي كلها عوام الامان حي في الريف المصري الوضع اختلف لان احنا بنقول ان احنا عندنا زيادة سكانية عندنا عمران زحف على الاراضي الزراعية وبالتالي المساحات قلت او بمعنى اضاق اضيقت على الماشية تدخل النهاردة علشان تشوف الحظيرة مظلمة الا لو فيها مكان اضاءة بيدخل نور خافت من الشمس حتى مفيش مراعاة ان يكون النوافذ في اتجاه الشمس لا انت بتشوف ان المكان مظلم الارضية ما فيهاش نوع من النظافة ممكن تكون دائما مبتلة ودي بتسبب مشكلة للحيوان اولا مشكلة صحية وبتؤثر على نفسية الحيوان نفسه تقول لي نفسية الحيوان اقولك ايوه صح لان هو بحتاج توفر له بيئة طبعية انت النهاردة بتربيه داخل اماكن مغلقة وهو يعتبر في الاسر فالمفروض ان يبقى فيه بيئة مناسبة لي علشان تبقى عامل مساعد للمعيشة يبقى فيه تغزية وفيه معدل تحويل يبقى فيه حياة يكون فيه نشاط عند الحيوان ده تقدر توفره له في هذه الاماكن صعب جدا بالاضافة ان انا لما بنزل مع الاطباء البيطارين اللي انا بشكرهم على الجهود اللي بيقوموا بيها وخصوصا ان فيه سياسة دلوقتي بيشتغلوا بيها ان هو يدخل من بيت لبيت او من حظيرة لحظيرة يا اما يقول له مفيش حيوانات عندي انا اصلا بشتغل مع الطبيب الخاص اصلا خلاص حصنت ده كان عند جراني وحصنوا يا جماعة ده احنا جايين لغاية عندكم ده احنا جايين نوفر لكم خدمة فعلا الطبيب البيطاري مهنته شاقة جدا نقطة تانية مهمة المربي لما بيجي يشتري حيوانات المزارع الكبيرة عندها اماكن للحجر يبتدي يستقبل فيها الحيوان يتابعوا فترة يشوف يظهر عليه اي اعراض مرضية يراجع التحصينات يتابع الحيوان وحركته ومشيته وبعد ما يطمئن لسلامته بيدخل للمزارع طب عند المربي اللي هو المكان اساسا عنده دايق على الحيوانات دي وضعه ايه لما بيشتري حيوانات من السوق ويدخل بيها اكيد في نوع من الخطورة ده ضيف غريب وداخل عندي فانا لازم اتأكد من مصدره وده اللي بيقوم بالطب البطر النهاردة حملات التحصينات لازم بتقوم بعملية مهمة وهي الترقيم والتسجيل فانت لما تيجي تشتري لازم تشتري حيوان مع البطاقة بتاعته اللي هي بمثابة شهادة الميلاد مذكور فيها التحصينات وموعدها الجرعات التنشطية الجرع القادمة امتى فانت تبقى عارف الحيوان ده وضعه ايه نقطة مهمة المجازر وفي الحقيقة الدولة لما تبتدت تفتح الملف ده فجأت او ده امر واقع ان احنا عندنا عدد كبير جدا من المجازر منسي من سنين طويلة طب انت علشان تطور ده انت بحتاج ميزانية ضخمة طب هي تابعة مين تابعة المحليات طب الهائة العامة لخدمات البيترية بتقوم بايه بتقوم بدور اشرافي توفير الخدمة طب انت لازم تنصق مع الاتنين طب مين اللي هيصرف دي كلها اجراءات فعلا ابتدت بقى وزارة الزراعة من خلال الهائة العامة لخدمات البيترية وفي عدد من المجازر النهاردة بنفتخر بوجوده وفي عدد فعلا لسه محتاج مجهود كبير جدا النهاردة المستهلك كمان عليه دور كبير انه انت بتشتري لازم تشتري من المصدر موسوخ فيه لحوم والبان وخصوصا الالبان فتحت مع حضراتكم ملف مهم جدا من حوالي شهرين او اكتر هو ملف الاعلاف الخضراء ودورها فيه تنمية الصارع الحيوانية اكتشفنا ان احنا عندنا خير في مصر عندنا سلالات واصناف من الاعلاف الخضراء بتديني اضعاف الانتاجية طب مين اللي بيزرحها الفلاح المجتهد الفلاح اللي هو عاوز يحق اهم شربح لما ابتدينا نوصل المعلومة للمربيين انا بشكرهم على الاستجابة وبشكرهم على المجهود اللي بيقوموا بيه تده يتصل بينا يتصل بمعهب المحاصيل الحقلية من خلال قسم الاعلاف ويسأل طب اجيب التأوي منين طب المعاملات الزراعية مواعيد الزراعة اجهز الارض ازاي طريقة الحش الناس ابتدت تجري معانا وتسبق علشان تزرع في المعادة المناسب وخصوصا ان احنا كنا مقبلين على المسم الشتو وكنا بنتكلم على عدد من الاصناف على رأسها برسيم الفحل بشكركم على تعاونكم النهاردة ان شاء الله من خلال حلقتنا في برنامج السرر الحيوانية هتكلم مع حضراتكم عن الامان الحيوي ودوره في تنمية السرر الحيوانية وهنستكمل دور الاعلاف الخضراء في تنمية السرر الحيوانية ازاي ان انا بيعندي معدل تحويل اسرع بتكلفة اقل ازا كان لانتاج اللحوم او لاضرار الالبان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من السرر الحيوانية